ماذا تفعل لو ظهرت عليك أو على أحد أفراد عائلتك أعراض مشابهة لأعراض فيروس كورونا أو تأكدت هذه الإصابة بالفيروس؟ طبعاً لكل دولة إجراءات وتعليمات خاصة فيها في التعامل مع هكذا السيناريو ولكن أغلبها يبدأ بالاتصال بالخط الساخن المخصص من قبل نزارة الصحة والتحدث مع أحد المتخصصين لذنبين الضروري جداً أن تسجل هذا الرقم لديك إذا كنت تعيش في إحدى الدول التي تنصح مواطنها بعدم التوجه إلى المستشفى حتى لو تأكدت إصابتك أو أي أحد من عائلتك إلا في حال اجتداد العراض وضيق التنفس فماذا عليك أن تفعل؟ أولاً يعزل الشخص المصاب عن باقي العائلة بشكل كامل في غرفة مخصصة له فقط وحمام خاص أيضاً إذا أمكن ثانياً يجب عدم مشاركة المصاب لباقي أفراد العائلة في أي أدوات منزلية ويجب التعامل بحذر شديد مع أي أدوات يستخدمها وتطهر بعيداً عن أي أدوات أخرى يخص الشخص واحد من العائلة للتعامل مع المصاب مثل تقديم التعامله وعلى هذا الشخص البقاء على مسافة آمنة من المصاب وارتداء الكيمامة والقفزات وبعدها غسل اليدين أو الاستحمام وخلع الملابس وغسلها وفتح النوافذ للتعوية وزيادة التنظيف وتعقيم المتزل يومياً أما بالنسبة للمريض فعليه الراحة والإكثار من شب السوائل والمصائر والحساء والماء طبعاً أما الأدوية وضي أنه لا يوجد علاج هذا الفيروس فمخفضات الحرارة وأدوية الرشح العادية مهيدة في هذه الحالة مع الاتعاد عن مضادات الانتهاب لأنها تخفض المناعة يجب اتصال بمن خالط المريض في فترة رجور الأعراض وقبل رجور الأعراض بأسبوعين لإعلامهم بالإصابة وأخيراً على المريض التوجه إلى الطوارئ أو الاتصال بالجهات المختصة إذا شعر بضيق تنفذ شديد ومستمر ودادت عنه بشكل كبير وفي منازلكم ودمتم بصحة وسلامة